اشتركوا في القناة ومية واربعين متر صافي البيت نصي على شارعين شارع ستة متر وشارع تمانية متر البيت ده جماعة بتاع مقاول يعني اللي بنيه مقاول بنيه لنفسه حاجة فيها مسلح طبعا لا غبار عليه يعني زي ما تقدر تقول قول ده كده جماعة شكل البيت اهو مصورهلكو من البيت بتاع الجيران اللي مقابل ليه ده كده شكل البيت اهو البيت خمس ادوار خمس ادوار والدور السادس كمان موجود فيه غرفتين وفيه برج حمام ده كده شكل البيت اهو يا جماعة من برا مشاء الله معمول بالدزاين وديكور جميل جدا في بلكونات دائري ومستطيل طبعا كلها بلكونة واحدة كبيرة مشاء الله اكنها فراندا كبيرة كده ده كده شكل البيت اهو من برا مشاء الله يا جماعة بصوا بصوا العمود انا جبتلكم من بره عشان اوريكم الحاجات دي ووريكم الجمال ده بص العمود قد ايه ما شاء الله البيت ده مصروف عليه في التسليح بتاعه ببزخ يعني ما شاء الله حد فعلا عامل حاجة لنفسه وكمان عشان هو في المجال فعمل البيت على اسس قوية جدا ده كده شكل البيت اهو من هنا كده بقى نبدأ نشوف المدخل بتاع البيت دي كده البوابة بتاعت البيت اهي ده كده جماعة الشارع التمانية متر طبعا دي البلاكونات بتاعته اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ودي هنا كده البوابة وده الشارع اهو التمانية متر في عندنا بقى الدور الارضي في محلين كبار محل منهم معمول فرن عيش مدعم والمحل التاني مفتوح تموين الاتنين يا جماعة بتوع اصحاب البيت يعني ما فيش بقى مستأجر ولا حد غريب معاك في البيت ولا اي حاجة مفيش الكلام ده خالص البيت يا جماعة بيت خاص يعني بيت خاص وفي نفس الوقت عندك مشروعين تحت البيت مفتوحين استثمار ليك ودخل شهري ليك بعيدا عن ان عندك بيت خاص قاعد فيه براحتك بعد كده عندنا هنا المدخل ده كده شكل المدخل اهو والسلم رخام لغاية اخر دور انا هصور لحضراتكم بقى دلوقتي نموذج واحد بس من احد الشواء تمام هو الخمس شواء متشطبين كلهم متشطبين كل شقة ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام هصور لكو بس نموذج واحد تشوفوه ده كده نموذج اهو معنا عشان برطو ايه ما ضيعش وقت حضراتكم يعني ده كده النموذج اهو تشطيب ما شاء الله سوبر لوكس في حاجات سوبر لوكس وفي حاجات لوكس تمام يعني في حاجات فيها سيراميك وفي حاجات متبلطة بلاط ده النموذج اللي هو السوبر لوكس ده كده يا جماعة الحتة المفتوحة دي دي يعتبر الغرفة التالتة لان فيه في النموذج اللي انا بصوره ده ده النموذج الوحيد اللي مفتوح فيه الغرفة التالتة مع الريسبشن تمام دي كان معمولة زي كاستقبال كده يعني دي كده شكل الريسبشن اهو مع الغرفة المفتوح طبعا بالديزاين والدكور الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده انا بحاول اجيب لكم قدر المستطاع كل حاجة بالتفصيل بس اكيد طبعا لما هتيجي ان شاء الله تتفرج على الطبيعة اكيد الوضع هيختلف معاك وهتشوف افضل وهتقدر تشوف كل حاجة بالتفصيل اكتر برضو من العدسة لان العدسة بتختلف طبعا عن العين دي كده يا جماعة غرفة اهي طوشتوب بتاعها ان شاء الله حاجة جميلة جدا بيت نور في السقف الالوان بتاعته شيك جدا وفيها بلكونة الغرفة دي فيها بلكونة يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم كده تعتبر الشقة كلها بتبص على الشارع لان البيت واخد نصية على شارعين البيت يا جماعة كامل العددات البيت فيه خمس عددات كهرباء كارت هما كانوا عددات قديمة ولكن تم تغييرهم وتعملوا الجديد اللي هو الكارت حتى المحلات اللي تحت برضو لها عددات وطبعا العقود بتاعت البيت والاوراق كلها ممتازة جدا ومعمول عليها صحة التوقيع في المحكمة والبيت بنائه قبل الفين وتمانية يعني مفيش عليه مصالحات ولا عليه أي حاجة دي كده يا جماعة الغرفة التانية الغرفة التانية الغرفة تقريبا بتاعت البيت تلاتة ونص في تلاتة ونص تقريبا مش هذكر حضراتكم يا جماعة يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرز عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك دي طرق التوزيع اهي وفي عندنا هنا بعد كده المطبخ ده شكل المطبخ بتاعها اهو ما شاء الله سقف نضيف دهنات نضيفة كل حاجة معمولة بنظام ما شاء الله يا جماعة بيت جميل جدا يعني فعلا اللي بيدور على بيت خاص ليه البيت ده بتاعه بعد كده هنا عندنا الحمام ده الحمام اهو ما شاء الله مسحته حلوة جدا والحوض بتاعه معمول برا فكرة جميلة برضو ان الحوض يبقى برا الحمام ده كده شكل الحمام اهو ارجع مع حضراتكو البيانات مرة تانية البيت يا جماعة مسحته 140 متر صافي ده من غير الشوارع البيت خمس ادوار والدور السادس فيه غرفتين وبرج حمام الدور الارضي فيه محلين محل فرن عيش مدعم والمحل التاني تموين لتنين خاصين بالبيت البيت نصي على شارعين شارع 6 متر وشارع 8 متر البيت فيه خمس عددات جديدة السلم بتاعه كل رخام البيت بناء قبل 2008 يعني مفيش عليه تصالح ولا عليه اي مخالفات البيت الخمس ادوار متشطبين كلهم البيت عنوانه الاليوبية شبين الاناطر وان شاء الله اللي هيعجبه البيت ويجي يتفرج عليه هقوله على العنوان بالتفصيل البيت يا جماعة مطلوب فيه 4 مليون جنيه اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله اشتركوا في القناة